مستشار الوالية السيد مربيه العابدين اليوم في بعض مدارس النعمة الابتدائية سير عمل فرق مدرسة تكوين المعلمين بالعيون المكلفة بتأطير وتقويم خرج دفعة الإصلاح الأول من المعلمين العاملين على مستوى ولاية الحوض الشرقي وخلال هذه المحطات استمع مستشار الوالي الحوض للشؤون القانونية والإدارية لشروح من القيمين على العملية عن طبيعتها والأهداف المتوخات منها في إطار مقاربة مقاربة رفع أداء المنظومة التربوية لصالح معلمي الحوض الشرقي وأكد رئيس البعثة مدير مدرسة تكوين المعلمين بالعيون أن هذا النشاط يدخل ضمنها سلسلة الأنشطة التي أطلقتها وزارة التهذيب الوطني وأصلاح النظام التعليمي الرامي إلى الرفع من جودة أداء المنظومة التربوية هذا النشاط يدخل في إطار سلسلة الأنشطة أطلقتها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي تهدي في مجملها إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية عموما وخاصة أداء المدرس لهدف رفع نسبة النجاح لمستوى وطني وفي هذا الإطار لأول مرة تمشي بها المدرسة المعلمين تستقلم على إدارة الجوية من أجل تقويم وتأطير الخريجي لفع تقصلاح وهذه العملية داخلة في إطار تطمئن المدارس على أن هذا الذي عدلت في التكوين على أنه تشوف أثر في الميدان هو وشنه وتعود المولي لا يتقبل ملاحظات المدرسين بعد التخرج بعدين عادوا في الميدان شنهي المشاكل اللي واجهتهم وشنهي المشاكل اللي مفترض أن يجعودوا تلقاهوا له حول المزاري في المدرسة إياكاش يمكن يخرج العمل المستقبلا على تفادي مواجهة هاي المشاكل من خريجين جدد وهنا جينا لدارة الجوية للحوض الشرقي وعندنا هنا تسعة واربعين خريج من دفعة الإصلاح يجل موجودة في ولاية الحوض الشرقي عندنا هنا أهلة فرق فرقة تابعهم على مستوى مقاطع جلاني وتنبضغة فرقة تابعهم على مستوى أمورش وعدمرو فرقة في النعمة يجل فرقة الموجودة